طريقة تحضير الفاصولية مع صلصة الحمراء بالبداية عندي نو سكوب من الفاصولية منقعتها قبل 12 ساعة عني هنا استخدمت الفاصولية اللي بيها خطوط حمر بس ممكن استخدام فاصولة الحمراء بدلها أضيف عليها ماي فاير وخليها تنطبخ وهذا المقدار عني مساوية النفرين عندي هنا بصلايا صغيرة أثرومها وأقليها بالزيت أظل أقلب بها لحد ما تتقل بعدها أضيف لها قليل من الفطر المفروم أضيف على الفطر عصير الليمون حتى يبقى لونها أبيض وهم أظل أقلب بها لحد ما شوية تتقل هاي هنا عندي جهز البصل والفطر راح أطفي النار وانتظر لحد ما الفاصولية تنطبخ هاي عندي الفاصولية بعتي مو كلش مطبوخة راح أخليها بعد أكثر ومن تنطبخ عندي الفاصولية راح أضيف عليها البصل والفطر وراح أضيف عليها ملعقة طعام من معجون الطماطع أضيف قليل من الملح قليل من الكوركم ورشة فلفل حسب الرغبة وأخلط بها حتى يذوب المعجون بالفاصولية وأتركها على نار هادئ حتى تفور وتثخن شوكت ما شفتوها الثخنت هاي هي عدكم الفاصولية جاهزة سبوها وبالعافية شوكت ما شفتوهاب